تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نهاء بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بفوزه على نظيره الغينية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على السادة تانجا بالمملكة المغربية ليواجه نظيره المغربي في نهاء البطولة بتأهوله إلى النهاء يكون المنتخب الأولمبي قد تأهل كذلك وبشكل مباشر إلى أولمبياد باريس عام 2024 بعد مباراة قوية مثيرة حسم المنتخب الوطني الأولمبي أولى بطاقة القارة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد باريس 2024 بعد التأهل إلى نهاء أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بالمغرب بالفوز على غينيا بهدف نظيف سجله اللعب محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء وشغد أشوط الثاني شرصة هجومية من المنتخب الغيني قوبلت دباسلة دفاعية من المنتخب الوطني الذي سجل هدفاً ثانياً في الدقيقة الحالية والسبين عن طريق حسام عبد المجيد قبل إلغائه بدع التسلل لكن المنتخب الوطني حافظ على تقدمه حتى النهاية ليتأهل لنهاء بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً والتي توجه بلقب النصة الأخيرة منها عام 2019 في مصر إيجابيات متعددة حصدها المنتخب الأولمبي من البطولة حتى الآن من بينها صلابته الدفاعية وحفاظه على نظافة شباكه للمباراة الرسمية أثى من على التوالي تحت قيادة مدربه ريجيرو ميكالي فيما تنتظر جماهير القرة المصرية من المنتخب الأولمبي تطور آدائه الهجومي من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي وبتأهله إلى باريس 2024 حسم أنتخب مصر تواجده في الأولمبيات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي وذلك لأول مرة منذ المشاركة في نسختين عام 1960 و1964 ترجمة نانسي قنقر